السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احسن الاحوال مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعفية و احوال تامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر مستجدات من اهم المواضيع اللي غنطرق لها اليوم هو الماكرو كي تعلم من جلالة الملك محمد السادس نصره الله و كيلتاج الديبلوماسية المغربية اما الموضوع الثاني وهو انتصار الديبلوماسية المغربية و المغرب زعزع اسبانيا و خلها تتخبط و تردخل الاوامل دياله ولكن قبل اخواني اخواتي قبل ما ندخلوا صور بالموضوع كنتمنى منكم انكم تلايكي و تبارتاجوا قدر المستطاع باش تعمل الفائدة و كذلك باش تكون الاستمرارية و اللي اول مرة شاف هاد القناة و بطبيعة الحال عجب المحتوى ديال هاد القناة ما تتبخلوش عليها بالاشتراك و فعلوا الجرس بجدي ما توصلوا بالجديد و كذلك المتتبعين اللي دائما كيدعموني سواء باللايكات سواء بالدعم ديالهم سواء بالتشجيع ديالهم الله يجزيهم بالخير على بركتي الله غدي ندخلو صور بالموضوع ماكرو كيتعلم من المملكة المغربية او من الدبلوماسية المغربية اليوم الاخوان خرج ماكرون كيعلن حالة الطوارئ و كيقيد حركة الفرنسيين و كذلك اجبارية التلقيح بعد انهيار ديال فرنسا الصحي و ماكرون يعني يخرج للمواطنين و كيقول لهم يعني خسكم تلقحوا راسكم براسكم و انها هي الطريقة الوحيدة باش تحميوا راسكم و في نفس الوقت يعني تحميوا الاخرين نا اعلن ماكرون ان التلقيح غدي يكون اجباري لجميع الاشخاص لعندهم اتصال مباشر بالاشخاص لعندهم هاشاشا صحية و من 15 سبتمبر يعني غدي تكون واحد المراقبة و غدي يكون غرامات لما احترمش الاحتياطات الاحترازية و من هاد شي كنشوفو باللي ماكرون كيلجأ الديبلوماسية المغربية و كيخاطب يعني المواطنين الفرنسيين اختصار كبير ان المملكة المغربية كانت الاولى من البداية و جلالة الملك محمد السادس نصره الله و هاد الحملة الكبيرة اللي قدها و كان داروها جميع الدول العالم من البداية تكون يعني تخلصنا من هاد الوباء و اكبر مثال دبا ماكرون يعني كيلجأ الديبلوماسية المغربية تحية كبيرة لجلالة الملك نصره الله و دائما كنقول لكم الله للعبادة و الوطن للشهادة و الملك للقيادة و الاعداء للعبادة ولا غالبة الا الله غدي انتقلوا للموضوع الثاني اخواني اخواتي المغرب زعزع اسبانيا و تخبط غير بحدها و تردخ الأوامر سوف نرى ماهو الوامر اللي اردخت اسبانيا ثم نرى التفاصيل الزعزع اسبانيا او الاوامر اللي اعطيها المغرب اسبانيا اخواني اخواتي اخيرا عرفنا بمغرب مصادر ديبلوماسية هي اللي تكشف الموقع اسباني ان المغرب كان وراء اقالة ارانتشا غونزالي اسبانيا لان المملكة المغربية رفضت تفتح اي حوار ودي في الوجود ديالها يعني في الوجود ديال غونزالي اسبانيا وزيرة الخارجية الاسبانيا السابقة على رأس ديبلوماسية الاسبانيا لان الوزيرة ارانتشا غونزالي اسبانيا بسبب يعني التعامل ديالها السيء مع السفيرة ديالنا او سفيرة المغرب بمدريد كريمة بنعيش بالاضافة للسماح ديال الدخول الرخيص يعني بدك الطريقة المشبوهة وكذلك يعني بجو الصفار مزوار وهوية مزوارة هاد الشي كامل او هاد الشي كله كان اسباب لي جعلت المغرب يرفض اي حل في ضيل الوجود ارانتشا غونزالي اسلايا وزيرة الخارجية الاسبانيا السابقة يعني المغرب يعني ما بغاش يقلسع معها على طاولة الحوار اسبانيا اخواني اخواتي خسرت الملايين ديال الاروهات وسبب الازمة ديالها مع المملكة المغربية والتي كانت يعني كتعول على ارانتشا غونزالي اسلايا كتعول عليها يعني انها تربح الملايين مش تخسر للملايين بسبب الخبرة ديالها تجارية للرفع من العلاقات مع الدول الاخرى الا ان هاد غونزالي اسلايا خربقات كل شي وزربعات لهم كل شي وخربقات لهم الاوراق ووصلات يعني العلاقات المغربية الاسبانيا لواحد النفق مسدود واللي كتعتبرها يعني اهم الشركاء يعني كعتبره المغرب من اهم الشركاء في المجال الفلاحي وسياسي كدلك وبوابات افريقيا كدلك لكي تابع القناة ديالي اخواني اخواتي يعني في فيديوهات سابقة او في مواضيع سابقة كنت كان هضر لكم كنقول لكم بانا كين اخبار بانا كين اتصالات سرية ما بين الرباط ومدريد ولكن الاتصالات السرية اللي كانوا كايهضروا عليها يعني رئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانتشيز مع غونزالي اسلايا الوزيرة السابقة لكن اهم الشرط ديل هاد يعني هhad الاتصالات السرية هي الخروج ديل ايرانشا غونزاليس لايا من الخارجية الاسبانيا واللي اعتقدت باللي المغرب يعني ايرانشا غونزاليس و لايا اعتقدت بين المغرب ما غادش يقدر يوجه اسبانيا وجهان لي وجه انسات اخواني اخواتي هاد ايرانشا غونزاليس هاد لمعتوها المملكة المغربية تحلفت مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية وأن العلاقة المملكة المغربية مع الإدارة بايدن جيدة جدا رغم لا يوجد تصاريح إعلانية بين الطرفين ولكن المؤشرات تأكد بأن العلاقة ممتازة وأكثر من التي كانت مع ترامب والخيار اللي بقى الإسبانيا هي أنها ستخرج من الوزارة الخارجية الإسبانيا ويحوضوها بهذا الوزير الجديد خاصة مانويل اللي عاش في المغرب واحد المدة من الزمن وعنده اتصالات مع شخصية باريزة في باريز ولكن المغرب إخواني أخواتي راح كيشوف هاد التعيين الجديد يعني بحضر لأن يعني ما بقدش تقى مع إسبانيا ما بقدش تقى في إسبانيا حيث كيقول لهم بأن الخروج ديال أرانشا جونزاليس لايه ماشي هو الحل هما عارفين إخواني أخواتي الهدف دي المملكة المغربية من إسبانيا يعني إسبانيا يلا بغى تحل المشكل ديالها مع المغرب أنها تعتار في مغربية الصحراء ومرتقب يعني الممكن يكون واحد إنفراج يعني عما قريب هو واحد اللي رفيع المستوى يعني بين الطرفين ولكن ضالوري يعني اللي غادي يجي أو هاد الوزير الجديد اللي غادي يجي المغرب أو اللي غادي يجي المملكة المغربية غادي يجيب في يده الملف ديال الاعتراب مغربية الصحراء هذا هو إخواني أخواتي اللي كي يهم من مملكة المغربية هذه هي نقطة اللي غادي تحل الأزمة بين إسبانيا والمغرب إلا إسبانيا يعني بقات في الرأي ديالها وما بغتش عطي واحد الموقف إيجابي جهة مغربية الصحراء يعني الأزمة غادي تزيد تقزمه وممكن يعني غادي توصل القطيعة إخواني أخواتي وصلنا لنهاية ديال الفيديو كنتمنى يكون عجبكم كنتمنى اللي عجبي بارتاجي وتخليلي تخليلي التعليق ديالكم وتبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته